أهلا بكم أثار قرار الحكومة الموليتانية تغير عضلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد جدلا واسعا في صهوف الموليتانيين الذين انقسموا إلى مؤيدين للقرار يرى فيه ضرورة عملية ورافض له يجد فيه تقليدا أعمى لدول غربية كما خصص عدد من أئمة مساجد العاصمة نواكشوت جزءا من خطاب صلاة الجمعة اليوم للحديث عن التغيير أحمد سالم ولكحيل ومزيد من التفاصيل هكذا بدأ الشارع الموليتاني بعد إعلان الحكومة القاضي بتحويل عضلة الأسبوع من يومي الجمعة والسبت إلى السبت والأحد منقسما على نفسه بين مؤيد ومعارض المرسوم المثير خصوم المرسوم يرون فيه تقليدا أعمال الغرب يجب العدول عنه لأنه لا ينسج مع ديننا الإسلامي الحنيف الذي جعل يوم الجمعة يوم مقدسا لا يمكن المساس به أنا ضد هذا القرار لأن هذه القضية ربما يقضي تضييق لوقات المسلمين وشعور المشاعر الدينية يعني الجمعة يوم ربما يعود عيد والله مثلا من الأيام المقدسة للمسلمين في الجهة الأخرى من المشهد يرى المؤيدون أن القرار كان مبررا بدوافع اقتصادية أبرزها ارتباط الدولة بالعالم الخارجي وهي التي تعتمد على ما تنتجه مصانعه ويؤدي الاختلاف معه في وقت العمل إلى خسائر كبيرة على اقتصادها الوطني فكرة هذه الحكومة باتخالها القرار قطعا والسرين بالنسبة لي والذي يشتغلها الرؤوس الأموال وفي حالة نحن قاعد طلعنا في اليوم اللي الرؤوس الأموال فيه من خالق قاعد الله قافضة طلعنا بلا شدواء وعملنا لا حكما بلا شدواء وبين هؤلاء وأولئك صب آخرون جامع عضبهم على وزير الشؤون الإسلامية واصفين مبرراته لاتخال القرار بالواهية والمتمية لفقه السلاطين أعتقد أن المبررات التي صاقها وزير التوجيه الإسلامي بخصوص تبديل العطلة الأسبوع أعتقد أنها مبررات واهية لأن العطلة عطلة المسلمين عادة تبدأ يوم الجمعة وأعتقد أن التبديل العطلة لا مسويق له لا عمليا ولا شرعيا وبالتالي أي مصويقات بهذا الخصوص هي مصويقات واهية هي إذن قرارات تأخذ في أروقة المباني الحكومية دون أن يكون المواطن رأي فيها فهل يرضى الموريتانيون بتحويل الجمعة سبتا أم أن الأمر سيأخذ شكلا آخر من أشكال الرفض في الأيام المقبلة أحمد سالم لكيلة الوطنية ومن جانبه انتقد رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا العلام الشيخ محمد الحسن ولددو قرار الحكومة الموريتانية القاضي بإلغاء عطلة الجمعة واستبدالها بعطلة السبت والأحد مذكرا بفضائل يوم الجمعة وكونه العيد الأسبوعي للمسلمين قائلا إنه لا يمكن استبداله بيوم الأحد أو بأي يوم آخر وانتقد ولددو في خطبة اليوم بمسجد أبي الطلحة أمام المئات من المصلين القرار دون أن يوجه الخطاب بشكل مباشر للحكومة الموريتانية التي أصدرت القرار أمس الخميس وفي شأن العطلة دائما دعت الكونفيدرالية الوطنية للشغلة الموريتانية كل الفاعلين السياسيين والنقابيين والمدنيين إلى الوقوف في وجه المرسوم القاضي بتحويل العطلة الأسبوعية وصفة إياه بالمخالف للقانون من أكثر من وجه وغير القابل للتطبيق والمصادم للقيم الحضارية والدينية للمجتمع وقال بيان صادر عن المنظمة هنا المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء يعارض نص القانون 17-2004 الصادر بالتاريخ 06 يوليو 2004 والذي ينص في المادة 174 منها على تسمية يوم الجمعة يوم إجازة مشير إلى أن القوانين لا تلغى بالمراسيم دان النائب البرلماني محمد غلام للحاج الشيخ بشدة ما قامت به الحكومة الموريتانية من تحويل عطلة الجمعة إلى يوم الأحد واعتبره تراجعا عن مكتسبات وطنية هامة في الهوية والخصوصية الثقافية والاستقلال والحضارة واعتبر الحاج التنازل عن الجمعة بعد أن أضحت مكسبا بيعا للهوية هو تنازلا للأجانب ونزولا عند رغبة حفلة من الآهثين خلف ثقافة المسخ والانسلاخ من الخصوصية الحضارية حسب تعبيره